كيفية نقل الواتساب من الاندرويد للآيفون بدون الحاجة لضبط مصنع للآيفون. من المعروف طبعا صعوبة نقل الواتساب من الاندرويد للآيفون. ايوة تقدر تنقل الواتساب الموجود على الاندرويد للآيفون بكل سهولة. لكن بعد ما تنقل هتلاقي الحساب كله فاضي بدون اي رسائل. كأنك لسه مثبت الواتساب جديد. ولو عامل نسخة احتياطية وحبيت تعمل لها استيراد ولقيتها مش بتكتمل معاك او بتفشى لما تستخدم تطبيق مفتو ايو اس. يبقى كده قدرنا الحل الانسب هو استخدام برنامج واللي من خلاله نقدر ننقل محادثات الواتساب والرسائل وصور وكل الداتا الموجودة في الواتساب من الاندرويد للآيفون. البرنامج ده ممكن ننقل به محادثات الواتساب العادي والواتساب البيزنس. ممكن نستخدمه في ناقل الواتساب من الاندرويد للآيفون. او من اندرويد لاندرويد. او من آيفون لآيفون. البرنامج كمان ممكن تعمل باستيراد او تصدير نسخة احتياطية على جهاز الكمبيوتر بدون الحاجة الى اي كلاود او جوجل درايف زي ما نشوف مع بعضينا دلوقتي عملي ودلوقتي هندخل نحمل البرنامج من الموقع الرسمي ورابط تحميل البرنامج هيكون موجود صندوق الوصف وموجود في اول تعليق مسبة هنقول لهنا يا فريدة واللود والبرنامج بيدعم جميع عظيم التشغيل ويندوز وبدعم كمان الماك. تمام? فريدة واللود. هنحفظ البرنامج على الديسكتوب. تمام? ونثبت مع بعضينا البرنامج. هنقول له واننتظر بقى اكتمال تثبيت البرنامج. اكتمال تثبيت البرنامج هنقول له دلوقتي استارت ناو. طيب فتح معي البرنامج بالشكل ده. جاب لنا واتساب العادي واتساب بيزنس جي بي واتساب. كل برنامج فيهم البرنامج بيقدم له اكتر من وظيفة. ممكن نعمل ترانسفير نقل من جهاز لجهاز تاني. او ممكن نعمل به او ممكن نعمل به رستور للباك اوب. او ممكن نعمل به باك اوب او رستور على جوجل درايف. كلام جميل. طيب دلوقتي احنا بالنسبة نستخدمه في واتساب العادي. تمام? وهعمل نقل من الاندرويد زي ما اتفقنا. للايفون. تمام? دلوقتي اوصل الجهازين بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل يو اس تي بي. ادي الاندرويد. وادي الايفون. تمام? كلام جميل. تمام. هقول هنا ترانسفير. وبعد كده بقول لي انت هتعمل ايه? هتنقل منين لفين? هنا. هنا تمام? ايوة بالزبط كده الاندرويد وهنقل على الايفون. كلام جميل. هقول له دلوقتي ترانسفير. طيب دلوقتي جيب لي تعليمات بقول لي وقف هصيت فاين دمايي ايفون. تمام? في الاربع خطوات دول. هدخل دلوقتي على الاعدادات. في الايفون وقال حسابي. ودي تحديد الموقع. ودي الاسور على الايفون. انا اعمله تشغيل. هعمله ايقاف بالشكل ده. كرام جميل. تمام. قال له هنا طريق اجين. هو على طول. هنا بقول لي انت تعمل ولا تعمل اقول له ايوة تمام? وبعد كده بقول لي انت تنقل ايه? هنقل كل حاجة او حدد طبعا ان انت عال تنقله بالشكل ده. وبعد كده بقول لي يخش على الاندرويد بتاعك. وعمل نسخة احتياطية. تمام? ادي الاندرويد. مبدئيا كده دي رسالة واتساب الموجودة على جهاز الاندرويد قبل ما ننقلها للايفون. تمام? دي كل الرسالة اللي عندي بالشكل ده. كلام جميل. طيب نكمل شرح بقى. ادي الواتساب. وادي الاعدادات. وادي الدردشات. ننزل تحت شوية. وبعد كده بقول لي ادخل على اند تو اند. اللي هي نسخة احتياطية مشوفرة تماما بين الطرفين. تمام? واعمل تشغيل. وبعد كده استخدام مفاتيح تشفير اللي هو تاني اوبشن. وانشاء مفاتيحك المكونة من اربعة وستة رقما. تمام? نضغط عليها انشاء. جاب لي مفاتيحة بالشكل ده. وبعد كده نعمل متابعة. وبعد كده اللي قد حفظت المفاتيح المكونة من اربعة وستة رقما. بس الاول ناخدها تمام? وبعد كده اللي قد حفظت بمفاتيحي. انشاء. جاب لي حفظ النسخة احتياطية للرسائل. وبعد كده هقول له ان يبول بالشكل ده. كلام جميل? كلام جميل. بدأ دلوقتي خلص مية في المية والخطوة اللي بعدها. تمام? هنا بقول لي دخل المفاتيح اللي انت اخدتها. هدخله المفاتيح اللي انا اخدتها سكين شوت. عشان ما تروحش مني. بدأ خلو بقى من فتاة تشفير المكونة من اربعة وستة الرقم. وبيكمل الخطوة اللي بعدها. وبعد كده بلاقيه نقل لي الواتساب من الاندرويد للايفون بكل المحادثات اللي كانت موجودة عليه. وخلص كده زي ما احنا شايفين دلوقتي. انا دلوقتي على الايفون. وتنقلت معي محادثات الواتساب كلها كاملة زي ما كانت موجودة عندي على الاندرويد بدون ادنى مشكلة. ولو خطوة ادخال مفاتيح التشفير فشلت معاك ممكن تستخدم التاني اللي بدخل فيه رقم التليفون. بيكمل برضو نص الخطوات وبيتنقل معاك الواتساب من الاندرويد الى الايفون بكل سهولة. ولحد كده انتهى الفيديو بتاعنا ارى بالتحميل برنامج موجود وموجود فاول تعليق مسبت وبرنامج عليه خصم تلاتين في المية لما تستخدم رمز الخصم الموجود عندك في وصف الفيديو.